لا يوجد أمام تشادينا سوى سبيل واحد مشرف هو سبيل الحوار من أجل العيش المشترك وبالحوار فقط الحوار المباشر بدون وساطة يمكن أن نتوصل إلى الحلول الناجعة والسلمية لمشاكلنا فالعيش المشترك يعني التحكم في المشاعر التسامح الابتعاد عن التطرف الانفتاح على الغير وتقبل الآخر فبدلا عن السعي إلى إشعال نيران الفتن ينبغي علينا العمل من أجل التهديئة وغرس ثقافة السلام في عقول وسلوك جديين إن القادة الحقيقيين لا يتوقفون عن السعي إلى لم شمل الرجال من أجل بناء الوطن بعيدا عن الأحكام المسبقة لماذا يلجأ البعض إلى العنف بمجرد أن مصالحهم قد تضاربت فالخصومة بين الفاعلين السياسيين لا يجب أن تتطور إلى درجة أن تقود إلى تدمير البلاد وعلى الشاديين الذين يرغبون في قيادة هذا البلد الجميل في المستقبل أن يأخذوا الدروس والعبرة من الشعوب التي خربت ودمرت بلادها بالتواطئ مع العمل إن صور العائلات التي أجبرت على ترك بلادها بسبب النزاعات والعنف لهي كافية أن تلهمنا بالمصير والعواقب فالشاديون يعلمون أكثر من غيرهم أن العنف على مدى تاريخ البشرية لم يكن في يوم من الأيام حلة بل العكس فالعنف لا يولد سواء المزيد من المحن والنتائج الوخمة وتاريخ ليبيا الحالي مثال حي على ذلك اشتركوا في القناة